بداية فقرة المنشطات دائما من الصحافة القومية البداية من جريدة الأهرام التي عنوانت وقالت في صفحتها الأولى قمة العزم والتضامن ترفض المساسة بعروبة القدس والجولان السيسي حلول أزمات المنطقة معروفة ومتاحة لكنها تتطلب الإرادة السياسية في الصفحة أيضا 59 مليار جنيه لزيادة الرواتب والمعاشات ضموا 100 ألف أسرى جديدة إلى تكافل وكرامة 9.6 مليون مستفيد من رفع المعاشات خبراء اقتصاديون التمويل من موارد حقيقية 30 مليون جنيه من تحيا مصر للغارمات والغارمين ترقية أكثر من مليون موظف أول يوليو المقبل لا تحريكة لسعر بنزين 95 حتى نهاية يونيو المقبل وحفتر انفراجة للأزمة الليبية خلال أسبوعين وفي الأخبار الرياضية ما نيدعم صلاح ولا صرتي يحتوي غضب ثلاثي الأهلي ننتقل من جريدة الأهرام إلى جريدة الأخبار الحكومية أيضا التي جاء في أبرز عنوينها بعد انطلاق ثورة إصلاح الأجور والمعاشات في يوم المرأة من اليوم موظف في انتظار الترقية قمة العزم والتضامن في تونس السيسي لا مخرج من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل سلمي شامل وعادل واحد وواحد من عشرات رليون جنيه استثمارات وواحد وخمسون مليار لتحسين المعيشة ننتقل إلى الصحافة الخاصة نبدأ من جريدة المصر اليوم التي جاء في أعلى عنوينها الأخبار الرياضية الزمالك يوافق على إعارة كهرباء للدوري السعودي الموسم المقبل المصري اليوم تكشف سر رفض الجبلاية نقل مباراة القمة القمة العربية قرار أمريكا بخصوص الجولان باطل السيسي لا حل نهائي للقضية الفلسطينية إلا بالسلام العادل في الأخبار المحلية التنظيم والإدارة مليون موظف يستحقون الترقية أول يوليو وسط الصفحة امتحان التبلد مئتان وخمسون ألف طالبين يؤدون اختبار الرياضيات بنجاح لجنة تسعير بنزين خمسة وتسعين لا تحريك لسعر البيع خلال ثلاثة شهور وفي الأخبار الإقليمية تحديدا في الجزائر مظاهرة جزائرية ليلية تؤيد دعوة الجيش لعزليب تفليقة ننتقل من جريدة المصري اليوم إلى صحيفة الشروق التي جاء في أعلى عنوينها ونقلا عن وزير التموين مئتان منفذ لأهل الرمضان في المحافظات والتخفيضات تصل إلى عشرين في المئة تثبيت سعر بنزين خمسة وتسعين عند سبعة جنيهات وخمسة وسبعين قرشا للتر الواحد السيسي استمرار الظلم للفلسطينيين واصمة عار وليض العربية ممدودة بالسلم في وسط الصفحة الموزنة تصل البرلمان ومليون موظف يستحقون الترقية مدفعية الاحتلال تقصف مواقع في غزة والجيش الجزائري يجدد الدعوة إلى عزليب تفليقة وبابا الفاتيكا يدعو مسيحي المغرب إلى الامتناع عن التبشير ننتقل إلى عنوين جريدة الوطن التي جاء في أعلاها الحكومة تسابق الزمن لتفعيل قرارات السيسي ترحيب شعبي بحزمة الإصلاحات موظف الدولة خطوة جريئة على طريق إصلاح الأجور وبكر أحسن أصحاب المعاشات يطالبون بالمزيد شكرا يا سيسي والغرف التجارية لانية لرفع الأسعار القادة العرب يرفضون تدخلات إيران وتركيا وقرار ترامب في قمة تونس البرلمان يبدأ مناقشة حصاد الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية شهر الأزمات لأهل الفن ننتقل الآن إلى عنوين جريدة اليوم السابع التي قالت السيسي يطلق نوبة إفاقة للأمة العربية الملك سلمان نرفض القرار الأمريكي بشأن هضبة الجولان السورية وفي الأخبار المحلية البرلمان يهزم عشر شائعات عن التعديلات الدستورية بالضربة القاضية التعليم منصة الامتحانات استقبلت خمسمائة ألف طالب في الرياضيات مشاهدينا بعد الصعرات ما جاء في هذه الصحافة نلاحظ أن الصحف المصرية أبرزت في طبعتها اليوم قرارات القمة العربية في تونس فبعد يوم شاق على الزعماء العرب من المشاركة في أعمال القمة التي تتلخص في مشهد نوم عدد منهم بعد أن شعروا بالملل من الخطابات والشعارات المتكررة كما حدث مع وزير خارجية جزر القمر الذي رصدت صورته وهو نائم خرجوا بقرارات شجب وندب لقرار ترامب الاعتراف بيهودية هضبة الجولان ولا ضيرا من بعض التنديد بالانتهاكات في فلسطين وفي سوريا مع تحميل بعض الأطراف الدولية كإيران وتركيا مسؤولية ما يحدث في سوريا لليوم الثاني على التوالي الصحف المصرية تحتفي بقرارات عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها مؤخرا وهي رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وغيرها حيث أن ذلك الاحتفاء سيظل متصدرا على ما يبدو في صحف السيسي حتى موعد الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر له الشهر الجاري ويحصل السيسي على ما يريده من الشعب المصري بإقرار هذه التعديلات وتمديد فترة رئاسة حتى عام الفين واربعة وثلاثين الصحف أيضا تناولت ما تقول عنه الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية وأن جميع الاقتراحات والتوصيات التي خرجت من الحوار سيتم مناقشتها في البرلمان وإضافتها إلى التعديلات بحسب ما أوردت هذه الصحف لكن ما لم تذكره الجرائد هو رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية ببرلمان الانقلاب بها الدين أبو شقة السماح بالطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور وتشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الأراء وكذلك إعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل معتبراً وهو أبو شقة أن الأراء المقدمة تحتاج إلى سنوات لقراءتها ما غاب أيضاً عن هذه الصحف هو مغادرة أمير قطر المفاجئ من القمة العربية في تونس ذلك بعد خطاب أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي اتهم تركيا بزعزعة استقرار المنطقة والوطن العربي ككل من خلال التدخل في شؤون الدول العربية وهو ما اعتبره الأمير تميم أمير قطر تجاوزاً في حق الجارة المسلمة تركيا وافتراءاً من أبو الغيط وزير خارجية طبعاً المخلوح حسني مبارك أيضاً غاب عن هذه الصحف ما أفادت به وكالة انترفاكس الروسية بأن روسيا بدأت بالفعل انتاج مقاتلات من طراز سخوي 35 متعددة الأغراض لصالح مصر لم يذكر هذا الموضوع الهام جداً في هذه الجرائد أيضاً إعلان صفقة القرن طرح تساؤلات على خلفيات الصفقة وأثر انتقادات حول ضخامة الانفاق العسكري هذا استكمالاً من موضوع طبعاً سخوي 35 في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة وهشة للغاية غاب أيضاً عن هذه الصحف ما صرحت به وزارة المالية بأنها تتوقع عجزاً إجمالياً بنحو 445 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة وهو الأمر الذي تتعامل معه الحكومة بالاستدانة سواء من الداخل أو الخارج وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية محمد نايد هناك عنوان مهم نريد أن نصلت الضوء عليه وهو موضوع الجزائر الذي ذكر في جريدة المصري اليوم وتحدثت عن أن الجايش يريد الإطاحة ببوتفليقة كما حدث في مصر يبدو أن هذه الجريدة تنذر أو تذكر الشعب المصري بالمصير الذي آل إليه الرئيس محمد مرسي في الانقلاب العسكري في 2013 قالت مظاهرات جزائرية ليلية تؤيد دعوة الجيش لعزل بوتفليقة تريد أن تنوه الجريدة على أن الشعب الجزائري يريد عزل الرئيس ويريد أن يحدث انقلاب عسكري كما حدث في مصر الإشارة إلى الجيش الجزائري كما ذكرنا بهذا مشاهدينكم قد عرجنا على أبرز ما جاء في هذه الصحافة وكذلك ما غاب عنها وننتقل الآن إلى جولة الصحافة